الشهيدة سعاد كياري تحت هذا المسمى بدأت فصائل مقاتلة معركة جديدة ضد ميليشيا النظام والميليشيات الإيرانية في منطقة القلمون الشرقي والبادية السورية بهدف تخفيف الضغط عن الغوطة الشرقية وأهم ما تمخض عن هذه المعركة تحرير عدة نقاط استراتيجية على محور المحسى القريتين جيش تحرير الشام أحد الفصائل المشاركة في المعركة نشر مقطعا قال إنه يظهر لحظة إصابة وسقوط طائرة السخوي 24 تابعة لنظام الأسد بعد استدافها بالمضادات الأرضية قرب المعمل الصيني في سماء القلمون الشرقي وفي محيط المحسى حيث تنتشر ميليشيات حزب الله بشكل مكثف درت اشتباكات عنيفة تمكنت خلالها الفصائل من تكبيد تلك الميليشيات وميليشي النظام خسائر بشرية واغتنام ذخائر وأسلحة من بينها هذه الدبابة وهي من طراز تي 72 في حين لا تزال المعارك تدور على عدة جبهات في القلمون الشرقي أما سعاد الكياري التي تحمل المعركة اسمها فهي إحدى أبرز شهدات الثورة السورية إذ قاتلت ميليشي النظام وحلفائها خلال المعارك الدائرة في الشمال السوري وقضت أثناء دفاعها عن مطار يبوظهور العسكري قبل أشهر في ريف إدلب تزامنا مع المعارك الدائرة في القلمون فادت مصادر ميدانية بأن منطقة الخمسة وخمسين كيلو مترا في البادية التي تنتشر فيها الفصائل المقاتلة ويتواجد فيها التحالف الدولي تشهد تحركات عسكرية ووسط توقعات ببدي عمل عسكري واسع بهدف السيطرة على مساحات تصل إلى حدود محافظة دير الزور وتعد منطقة القلمون الشرقي عموما ذات أهمية استراتيجية نظرا لقربها من العاصمة دمشق والغوطة الشرقية إضافة إلى كونها ترصد تسرات دمشق بغداد الدولي والذي يعتبر صلة الوصل بين محافظات ريف دمشق حمص والسويداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر